إلى التفاصيل ونبدأ بشأن الداخلية الصينية حيث وقع رئيس صيني شي جينبينغ اليوم السبت ثلاثة مرسوم رئاسية أكد مرسوم رئاسي رقم 98 أنه قد تمت مصدقة على قانون تعزيز تربية الأسرية لجمهورية الصين الشعبية في 23 أكتوبر عام 2021 خلال الاجتماع الحدي والثلاثين للجنة الدائمة للمجلس الوطني 13 لنواب الشعب الصينية ويتم نشره حاليا وسيدخل حيث التنفيذ اعتبار من الأول من يناير عام 2022 فيما ذكر مرسوم رئاسي رقم 99 أنه قد تم إقرار قانون الحدود الوطنية البرية لجمهورية الصين الشعبية في 23 أكتوبر عام 2021 خلال الاجتماع الحدي والثلاثين للجنة الدائمة للمجلس الوطني 13 لنواب الشعب الصينية ويتم نشره حاليا وسيدخل حيث التنفيذ اعتبار من الأول من يناير عام 2022 يذكر مرسوم رئاسي رقم 100 أنه قد تمت مصدقة على قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب بإجانة تعديل قانون مراجعة الحسابات لجمهورية الصين الشعبية وذلك في 23 أكتوبر عام 2021 خلال الاجتماع الحدي والثلاثين للجنة الدائمة للمجلس الوطني 13 لنواب الشعب الصيني ويتم نشره حاليا وسيدخل حيث التنفيذ اعتبار من الأول من يناير عام 2022